غادر الرئيس الأفغاني أشرف غاني أفغانستان بحسب ما أعلنه عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية ونقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية يأتي ذلك فيما نقلت وكالة ريترز عن مسؤول بالخارجات الأفغانية أن الرئيس غني غادر البلاد دون معرفة البلد الذي وصل إليه هذا وقالت وكالة ريترز للأنباء إنه لم يصدر تأكيد من الحكومة الأفغانية بخصوص إعلان حركة طالبان سيطرتها على القصر الرئاسي في العاصمة كابل وأشارت الوكالة إلى ورود تقارير عن سماع دوي أعيرة النارية بالقرب من مطار كابل بالتزامن مع إجلاء الأمريكيين من هناك